والآن أرحب بضيفي من نيويورك المحمد سطوحي المختص في الشؤون الأمريكية الذي ينضم لنا عبر خدمة سكايب أهلا بك سيد محمد نقل عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس جو بايدن طلب من مستشاريه خيارات للرد على الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية ما شكل هذا الرد الأمريكي المتوقع؟ هذه الخيارات لم تنتظر هذا الهجوم الأخير منذ البداية واشنطن تعلم أنها معرضة لهذه الهجمات وهناك أكثر من 160 هجوم بالفعل وقعت على القواعد والقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة فمسألة سقوط قتلى بين الجنود الأمريكيين كان دائما أمرا محتملا وكان السؤال هو متى يقع؟ لأنه في حقيقة الأمر ليس مفاجئة عندما تقع مثل هذه الهجمات على مواقع أمريكية من الطبيعي أن يكون هناك مثل هذا الخطر أنه على الأقل من المحتمل أن يسقط قتلى وجرحة فهناك خيارات موجودة بالتأكيد موجودة على الرف يتم إحضارها عندما تقع هذه الظروف وهناك السؤال ليس ما هي الخيارات وإن كانت القضية في اعتقادي هي أي هذه الخيارات يلجأ إليها الرئيس الأمريكي الخيار الأساسي هو الرد واعتقادي أن هذا الرد سيحدث وقريبا وسيكون قويا جدا ولكن له صقف الصقف أنه عدم جر واشنطن إلى مواجهة كبيرة في المنطقة خصوصا مع إيراد فبالتالي نلاحظ الاتهام لجماعات تدعمها إيران وليس لإيران هناك فارق كبير بين الاتهامين إذا كان الاتهام لإيران مباشرة فهنه يعني بالضرورة الهجوم على الأراضي الإيرانية واشنطن نلاحظ أنها لم تفعل ذلك لكنها حملت إيران المسؤولية باعتبارها من تدعم وتساند هذه الجماعات ولكنها لم تتهمها مباشرة بأنها هي التي طلبت أو أمرت أو قررت القيام بهذه الجماعات ومن هنا فربما يكون الهدف ضرب هذه الجماعات داخل سوريا أو العراق وربما وهذا في اعتقادي سيكون صقف العمل الأمريكي ضرب مواقع أو قوات إيرانية داخل سوريا هذا ما رأيناه يحدث في الأسبوع والأشهر الأخيرة من القوات الإسرائيلية ضد إيران في سوريا ولكن سيد السطوع هذا الأمر جرب سابقا الولايات المتحدة استهدفت قوات ربما أو ميليشيات إنجازة لنا التعبير كما تصفها تابعة لإيران في سوريا وفي العراق ولكن هذه الهجمات ضد القوات الأمريكية تكررت إذن هو تكرار لنفس الفعل ألا يعتبر ذلك فشرا أمنيا وأسكريا حسب ما يصفه البعض هو بالتأكيد فشلت في إيقاف تلك الهجمات بمعنى أن واشنطن كانت تعمد إلى أنها تشن هجمات من أجل الرادع لكن الرادع يوقف هجمات الطرف الآخر يمنعه من المغامرة بشن هذه الهجمات وبما أنها استمرت هذا معنى أن هذا الرادع لم يتحقق ولكن واشنطن في كل الهجمات التي قامت بها في السابق كانت محدودة ومحددة وقاصرة على أهداف صغيرة كانت لا تريد أن تكون هناك هجمات كبيرة تتسبب في مشاكل أكبر وتوسيع نطاق المواجعة لكن هذه المرة في اعتقادي مختلفة لأنه سقط بالفعل قتل أمريكيون بالإضافة إلى عشرات من المصابين فبالتالي جو بايدن يواجه أزمة اختيار صعبة لأنه في سنة انتخابية ويواجه اتهامات كبيرة من الجمهوريين بأنه ضعيف وأحيانا أنه جبان وهو لا يريد أن يواجه الناخب الأمريكي أمام ترامب وهو يتحداه بأنه لم يستطع أن يحمي القوات الأمريكية أو يرد على العمليات التي تسببت في مقتلهم فهو لا يمكنه أن يسكت أو يتوقف أو يمتنع عن توجيه ضربة انتقامية سيد السطحي قلت أن السقف عدم جر واشنطن إلى مواجهة مع إيران هذا السقف بالنسبة للرئيس جو بايدن لكن حسب بوليتيكو فإن خيارات الرد التي يمكن أن يقوم بها البنتاجون تشمل أصولا بحرية إيرانية في مياه الخليج العربي برأيك هل يمكن أن تذهب الولايات المتحدة إلى خطوة من هذا النوع وإن تمت ذلك ما خطورة مثل هذه الخطوة هل هذا الخيار مطروح؟ نعم هل سيلجأ إليه جو بايدن؟ أنا أعتقادي أنه في نهاية الأمر ربما يتردد في الوصول إلى هذا المدى جو بايدن ليس معروفا عنه حب المغامرة أو المخاطرة بهذا الشكل علينا نعود إلى شخصية جو بايدن عندما مثلا كان هناك جدل ومدولة في البيت الأبيض بشأن قتل أسامة بن لادن كان ضد العملية العسكرية التي قتلت بن لادن لأن فيها مخاطرة فهذا هو أسلوبه كسياسي هل يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة في توجيه الضربة لقواعد عسكرية أمريكية بحرية؟ هذا احتمال؟ وارد؟ هل هو محتمل؟ فاعتقادي أنه ربما تكون هناك مبلغة في ذلك وإذا فعلها فهي مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى مواجهة شاملة مع إيران ولا أظنه يذهب إلى هذا المدى ما الذي يمنع الولايات المتحدة للدخول في مواجهة مع إيران؟ ما المحاذير؟ خاصة وأن البعض يرى أن إيران تمادت في المنطقة في استهداف القوات الأمريكية وقوات أخرى وحتى في البحر الأحمر استهداف السفن الشحن المختلفة ما الذي يمنع إدارة جو بايدن من الذهاب إلى مواجهة ربما ليست مفتوحة ولكن أن تكون مواجهة محددة مع إيران في مواقع مختلفة؟ أعتقد أنهم سيذهبون في هذا الاتجاه ستكون رسالة قوية للجانب الإيراني أنهم يضربوا مواقع وليست فقط عملية واحدة ربما تكون عملية مستمرة لعدة أيام تشمل هجمات عديدة وقوية تجاه مواقع كثيرة للقوات الموالية لإيران أو التي تدعمها إيران في سوريا أو العراق أو اليمن وستكون رسالة للجانب الإيراني بأن هذا هو الرد وهو يحملكم المسؤولية في نهاية الأمر واعتقد أنهم قد يضربوا بعض القوات الإيرانية داخل سوريا هذا سيكون يحقق الهدف بضرب مباشر لإيران دون أن يكون داخل الأراضي الإيرانية وبالتالي يحجم من ردود الفعل الإيرانية أو إمكانية توسيع نطاق المواجهة إذا ما تجهوا إلى ما هو أكثر من ذلك هذا يخاطر بحرب شاملة مع إيران هم في اعتقادي أيضا سيتجهون إلى إيران برسائل ضمنية ومباشرة أو غير مباشرة من خلال وسطة أنه عليكم أن تستوعبوا رد الفعل الأمريكي وأن لا تقوموا بالرد الانتقامي عليه نذكر أن إيران فعلت ذلك بعد مقتل قاسم سليماني منذ حوالي أربع سنوات إيران كانت سترد على القوات الأمريكية ومن خلال وسطاء وحتى في مقابلات تلفزيونية كان مسؤولون إيرانيون يتحدثون بأنهم سيردون وكلماتهم كانت تعني ضمنا أنه على واشنطن أن تستوعب وتقبل هذا الرد حتى لا يتم التصعيد هذا ما تفعله واشنطن الآن أنه سنقوم بالرد لأنه لا يمكننا إلا أن نرد وعليكم في إيران أن تستوعبوا وتتقبلوا هذا الرد دون تصعيد هل ستنتنع إيران؟ أعتقد أنه في نهاية الأمر من مصلحة إيران أن لا يكون هناك تصعيد وهذا أيضا ما تسعى إليه واشنطن هذا لا يمنع أنه الخطر موجود والخطأ في الحسابات وارد وهذا هو ما يخشاه كل الأطراف أشكرك جزيلا من نيويورك محمد سطوحي المختص في الشؤون الأمريكي أشكرا لك